أهلا بكم مشاهدينا على موقعنا صد البلد سؤال يشغل بالك كثير الاقتصاد المصري إلى أين؟ معنا الدكتور محمد عبدالهادي لتوضيح رؤية الاقتصاد المصري والمصار المتوقع لأسعار الزهب والنفط الفترة المقبلة بنرحب بحضرتك على موقعنا صد البلد أهلا وسهلا يا روان وأتمنى أن يكون كل الخير والتوفيق دكتور وكارات التصنيف الأيتماني تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري ما تأثير تلك الخطوة على الاقتصاد المصري؟ طيب هو أولا نحن عاوزين نقول أن الاقتصاد العالمي تأثر تأثر كبير جدا نتيجة لتوالي الأزمات الاقتصادية ولن تنتهي الأزمات الاقتصادية طيلة الأيام نظرا أن فيه وجود متغيرات كثيرة حدثت خلال الفترة السابقة والفترة القادمة يعني احنا شفنا فيه أزمة كورونا وكيف أثرت في الاقتصاد العالمي شفنا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وخرجت استثمارات كثيرة من دول العالم وأثرت تأثير سلبي على الاقتصاديات حتى أن دولة أمريكا تأثرت تأثر سلبي بدأت أمريكا بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عملية رفع متتالي للفايدة أو ما يسمى اقتصاديا بالتعويم الاقتصادي وذلك لإنقاذ الآثار السلبية التي عانت منها الأكبر اقتصاد عالمي وبالتالي لو بصين على الدول الناشئة ومنها مصر أكيد ستتأثر تأثر سلبي نتيجة لتوالي هذه الأزمات وبالتالي نحن لابد أن ننظر للدولة المصرية أنها تقوم بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة خلال الفترة الحالية حتى تستمر الاقتصاد المصري بعد خروج استثمارات أجنبية قدرت بحوالي 22 مليار دولار من الاقتصاد المصري وهربت أموال كثيرة أجنبية من الاقتصاديات الناشئة أو الاقتصاد المصري أو ما يسمى بالأموال الساخنة أو الهوت ماني عندما خرج بعد الحرب الروسية الأوكرانية واتجهت إلى دول أخرى زي أمريكا بعد رفع سعار الفايدة لخمسة ونصف المية بعد أن ارتفع التضخم في أمريكا في أغسطس 2022 إلى تسعة واحد من عشر في المية ده أثر على الاقتصاد الأمريكي وعلى الاقتصاديات الناشئة ومنها الدولة المصرية وبالتالي كانت مصر طبعا تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا خلال الفترة السابقة أثرت هذه الأزمة وخروج هذه الاستثمارات من الاقتصاد المصري تأثر سلبي حتى أنه حدث في شح في السيولة الدولارية وزي ما احنا عانينا والمواطن المصري عانى كثيرا من هذه الشح في السيولة الدولارية وبتكدس المواني في قناة السويس وعدم وجود سيولة دولارية أثرت على الاقتصاد المصري وبالتالي لابد أن تقوم الدولة المصرية بالتفكير خارج المنظورة أو خارج الدائرة المقلقة وبدأت الدولة المصرية في التوجه نحو صندوق النقد الدولي مرة أخرى بعد 2016 وقامت بمجموعة من الإصلاحات والتعويم الاقتصادي ورفع أسعار الفايدة وهكذا ثم بدأت مصر ترجع للسندوق النقد الدولي مرة أخرى في عملية طلب كارد من سندوق النقد الدولي خاصة أنه لابد للمشاهد أن يعلم أنه في خلال 2016 كانت نتيجة لرفع أسعار الفايدة الكبيرة بدأت في الهوتماني يدخل إلى الدولة المصرية والهوتماني ما يسمى بالصديق الخائن الصديق الخائن هو الذي يأتي إلى الدول التي ترفع أسعار الفايدة رفع كبير جدا ثم تستفيد منها استفادة ثم تخرج إلى دول أخرى إذن هذه الأموال التي دخت إلى مصر النتيجة للأموال الساخنة لا تستفيع للإقتصاد المصري وهذا ما أشار إليه وزير المالية الدكتور محمد معيد أننا لابد أن نستفيد من هذه التجربة في 2016 في 2016 بدأت بالفعل الكبير أنها تخرج في 2018 و20-20-20-22 استثمارات أجنبية لم تنفع الاقتصاد المصري بأي شيء لأنه استثمارات هشة لا تبنى على اقتصاد حقيقي ولكن مع هذه التوقيتات بدأ الاقتصاد المصري يعاني معاناة كبيرة بدأت فيه سعر موازي للاقتصاد المصري بدأ سعر الدولار يرتفع إلى 70 جنيه وبالتالي ده أثر على أسعار السلح أثر على المنتجات بدأت فيه أثار سلبية كبيرة جدا عن المواطن المصري معاناة كبيرة نتيجة لارتفاع سعر الدولار وبالتالي كان لابد أن مصر تفكر خارج السندوق بدأت تفكر في تفعيل برنامج التروحات في البورصة المصرية وتطرح شركات قوية جدا للاستثمار الأجنبي لتوفير العملة الأجنبية ولكن بدأت مع نهاية عشرين تلاتة وعشرين بدأت بفيه توطرات جيوسياسية حدثت في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة وبالتالي أثرت على إرادات قناة السويس إرادات السياحة تأثير سلب إذن تعانى الاقتصاد المصري منفردا عن العالم كله على رغم أننا سابقا قلنا أن العالم في أزمات مطلحق والعالم تأثر تأثر كبير نتيجة لأزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ولكن منفردا مصر مع توطرات الجيوسياسية عانت معاناة كبيرة وزاد الشح في سيولة دولارين وبالتالي بدأت مصر تخرج من هذا بالتفكير في زيادة استثمارات الدول الخالجية وبالفعل خلال هذه الفترة كل التصنيفات الاقتمانية من المؤسسات العالمية أعطت إشارة سلبية أن النظرة المستقبلية المصري كانت نظرة سلبية أن التصنيف الاقتماني بي ماينوس وبالتالي كان ليه تأثير قوي نتيجة لعدم وجود السيولة الدولارية بدأت في مشارف عشرين أربعة وعشرين بدأت استثمارات إماراتية تدخل من رأس الحكمة بحوالي خمسة وثلاثين مليار دولار وأصبحت بي ماينوسين هي قبلة الحالة للاقتصاد المصري في خلال هذا التوقيت هذا التوقيت اللي بتعاني مصر فعلا تأثير سلبي نتيجة للمتغيرات الاقتصادية التي أشرت إليه أخذنا ما يقارب من حوالي عشر مليار ومع بداية شهر مايو أشارت إلى دخول ما يقارب من حوالي عشرين مليار دولار بدأت النظرة العالمية تتغير طبعا وبدأت مؤسسة فيتش أمس أعلنت أن النظرة هتتغير من مستقرة إلى إيجابية مع الابقاء على التصنيف عند البيس ماينوس وبالتالي هذه النظرة تتجه إلى تقليل الفجوة التمويلية للدولة المصرية عدم وجود فيه وجود فيه مصادر دولارية كثيرة جدا تستشرفها الدولة المصرية والمؤسسات العالمية نتيجة للاستثمارات العربية والخليجية وبالتالي بدأت النظرة للمؤسسات العالمية تتغير تغير نوعي للاقتصاد المصري وتنزل للدولة المصرية نتيجة لوجود حصيلة دولارية بدأت دولة المصرية أنها تخرج من البوطقة الخاصة بتكدس المواني بدأت تتجه اتجاهات مباشرة لعملية الفك عن المواني والبضايع الموجودة في قناة السويس بدأت الدولة المصرية بدأت بالفعل تتغير تغير ملحوظ نتيجة لوجود هذه السيولة الدولارية حتى أن الفجوة التمويلية لسندوق النقد الدولة أشار أن الفجوة التمويلية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة ما يقرب من حوالي 100 مليار دولار ولكن مع هذه الاستثمارات ومع صندوق النقد الدولي اللي أعطى المصر أو سوف يعطي المصر ما يقرب من 8 مليار دولار بنك الاستدامة هيدي المصر ما يقرب من 1 و 2 من 10 مليار دولار هذه الاستثمارات الأجنبية وسيولة الدولارية تغير الوجهة النظر للمؤسسات الدولية دكتور مصر استهدفت استثمارات صناعية جديدة من حوى 3 مليار جنيه ماذا أثير تلك الخطوة على الاقتصاد المصري؟ طيب احنا عايزين نقول أن أي دولة هو العمود الفقري لها أو أي اقتصاد لأي دولة يشير إلى وجود الصناع وده اللي أشار إليه تجربة البرازيل سابقا في 2004 إلى 2010 رولا دي سيلفا رئيس البرازيل عندما عانت الدولة البرازيل في الفترة السابقة قبل 2004 إلى 2010 معاناة كبيرة جدا اعتمد رولا دي سيلفا هذا الرجل الاقتصادي البحث رئيس دولة البرازيل على الصناع وعلى الانتاج وعلى الزراع هما الأثاث في عملية بناء أي دولة وبالفعل خرجت دولة البرازيل من البوطقة الخاصة بها وفعلا أصبحت دولة البرازيل في هذا التوقيت تمد صندوق النادي الدول بعد أن أصبحت كانت مدينة لصندوق النادي الدول إذن يبقى الصناعة هو العمود الفقر إذن الصناعة هو عمود الاقتصاد إذن الدولة المصرية في تفكيرها وتقريرها نحو زيادة الاستثمارات في الصناعة بما يقارب السنة اللي فاتت كان حوالي 3.3 مليار دولار نحن بنتكلم عن عرض نوعا زودة لـ 3.6 مليار دولار مصر قامت بمجموعة من المبادرات الصناعية الكبيرة والهيلة في خلال الفترة السابقة ولكن كانت تعاني مصر خلال هذه المعالجات بموضوع تغيير سعر الصرف في الدولة المصرية وبالتالي كانت تعائق كبير جدا لدخول هذه الاستثمارات والصناعة لأن تغير ووجود سعر موازي للدولة أو أي دولة في العالم لو وجد سعر موازي للدولة ده يؤثر على الصناعة يؤثر على التصدير عشان كده الدولة المصرية بدأت تضع خطوات كبيرة جدا وأسس هامة إذن المبادرات السابقة اللي قامت بها البنك المركزي من مبادرة الـ 11% في الانتاج الصناعي والزراعي ومبادرات التي قامت بها بما يقارب من حوالي 120 مليار جنيه في الانتاج الزراعي والصناعي كانت لا تؤتي سمارها إلا إذا قامت مصر بإلغاء ما يسمى بسوء الموازي وبالفعل الدولة المصرية قامت في شهر اثنين بعمل ما يقارب العلاج الفعلي والقوي للاقتصاد المصري وهو تحريط سعر الصرف مارين وسعر الصرف حقيقي وليست سعر الصرف كما سبق لأن هذا لا يكون سعر الصرف اقتصادية الدولة المصرية بدأت تضع خطوات جدية نحو تحرير سعر الصرف لترك سعر الصرف الدولار أمام الجنيه لما يسمى بسعر وفقا للطلب والعرض وهذا هو الصحيح بالنسبة للاقتصاد طب قبل كده ده ما كانش فيه نوع من أنواع سعر الصرف ولا التعويب ده كان سعر الصرف مدار مدار يعني الدولة هي اللي بتتحكم فيها بعد هذه الخطوة القوية للدولة المصرية فتحت أفاق بإلغاء ما يسمى بالسعر الموازي السعر الموازي أنا مش هاجي باستثمارات أجنبية ووجود سعر موازي حضرك نضع أنفسنا أمام المستثمر الخارجي عندما يجد سعر صرف في البنوك ب31 جنيه وسعر صرف في السعر الموازي ب70 جنيه أنا كمستثمر أجنبي هبدأ أضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري وزود الصناع وزود التصدير للدولة المصرية في وجود سعرين مستحيل فبدأت الدولة المصرية فعلا تعالج هذا وبدأ السعر الرسمي في البنوك مع الغاء السعر الغير الموازي اللي هو كان عن 70 جنيه وبدأ السعر يدور بين السبعة واربعين والخمسين وأنا أتوقع مع الدفعة الأخرى من رأس الحكمة وسندوق النقد الدولي أنا أخفض سعر الدولار أمام الجنيه ما يقرب من 40 ل 42 جنيه إذن هذا هو الطبيعي وده القاعدة الأساسية تعالي نشوف حضرتك الصناعة بقى بتفيد فيه إحنا قلنا أنه ده العمود الأساسي للاقتصاد الصناعة يعني أزود التصدير الصناعة وزيادة التصدير يعني أقلل التضخم الصناعة يعني أزود معادلات التوظيف الصناعة يعني أقلل معادلات البطالة الصناعة يعني أزود العمالة المصرية في عمليات الصناعة وعمليات التصدير القوية لأنها دي أحد المنابع الأساسية لإحتياط النقد الأجنبي المصر اللي بالمناسبة اللي هو ارتفع في آخر احصائية لـ 40.37 سندوقي نعد دولة اشار انه هو هترتفع لـ 49.7 من 10 انا عاوز اقول لحضرائك ان هي دي القاعد الاساسية اللي بنقوم عليها المصادر الدولارية مصادر الدولارية في مصر بتمبع من عدة مصادر ارادات قناة السويس ارادات السياحة صادرات المصرية المبنية على الصناعة اخيرا تحولات المصريين في الخارج احنا فيه اتنين متقصرين بيهم بسبب التواضرات الجيوسياسية ارادات قناة السويس وارادات السياحة ولكن الصادرات المصرية في آخر احصائية في 20-23 كانت تسجل حوالي 54-57 مليار دولار تحولات المصريين في الخارج كانت حوالي 33 مليار دولار ولكن انخفضت نتيجة لوجود السعر الموازي وعدم وجود السعر الموازي في هذا التوقيت اشار الى رئيس الوزر الارتفاع قوي لتحولات المصريين في الخارج اذا الاقتصاد المصري بيسير في خطوة سابتة هوية جدا خلال الفترة القادمة يا دكتور من وجهة نظرك ما مدى اهمية اجتماعات الربيع لصندوق الناد الدولي والبنك الدولي وما تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي تعالي تشوف حضرائك انا هاخد من سؤال سيادتك اجتماعات الربيع اجتماعات الربيع تعني ان هذه الاجتماعات تخص تغير المناخ تعالي نتفق ان كل ربيع يجتمع صندوق الناد الدولي والبنك الدولي في كل ربيع لتغيرات المناخ التي تحدث خلال الفترة القادمة ولكن انا عاوز اقول للمشاهد ان الصندوق الناد الدولي في بنك الدولي تم انشاءه سنة 1944 ودي في ازهان الاقتصادين والسياسة دي برايت وودز سنة 1944 بعد الحرب العالمية التانية كان بيبحثوا عن عملة اساسية للتبادل التجاري في العالم عشان كده اتفاقية برايت وودز تم انشاءه سنة 1944 ثم تم انشاء صندوق الناد الدولي والبنك الدولي ولكن احنا صندوق الناد الدولي والبنك الدولي اساسهم الاساس في عملية الاجتماع كل ربيع بتغيرات المناخ والكشف عن الدول المدينة الاكثر مدينة في العالم اذا يبقى فيه هدفين من هذه الاجتماعات تغيرات المناخ ده شيء اساسي جدا لان الدول ولن تنجذب الاستثمارات الاجنبية الى الدول التي اللي تعاني من عملية التغيرات المناخية احنا عشان كده الفترة القادمة بيتسعى العالم الى ما يسمى بالتنمية المستدامة التنمية المستدامة في 2030 حتى مصر بتضع رؤيتها استراتيجيتها في التنمية المستدامة ل2030 التنمية المستدامة دي معناها ان تجذب استثمارات قوية للدول الاكثر تضررا من المناخ وتجذب استثمارات قوية جدا وتحتاج الى تمويلات كبيرة جدا وبالتالي هي القاعدة الاساسية في التمويلات ان تتجه الى صندوق النادي الدولي هو اللي بيمد العالم كله وبنك الدولي الى توفير وتحقيق اهداف وابعاد التنمية المستدامة وخاصة في انبعاثات الكربون تحاول تقلل الانبعاثات الكربونية في العالم تحاول ان تقلل الهضر من المياه اعاوز اقول لحضرتك ان في صحراء افريقيا مثلا على سبيل المثال بتسعى صندوق النادي الدولي والبنك الدولي في هذا التوقيت من كل سنة ان تجذب استثمارات ومياه الى هذه الدول الغير موجود بالنسبة لها المياه وعدد السكان المتضررين ما يقابل من نص مليار مواطن في صحراء افريقيا بتتجه لهم هذي المؤسستين الدوليتين بالاضافة الى الكثير من الهدر في المياه والكثير من الانبعاثات الكربونية اللي بتسعى الدول الى توفيرها والى امدادها بالاموال في هذا التوقيت لجنة في الربية للبحث عن الدول اولا التي تتأثر بالمناخ الاقتصادي او بالمناخ بالمعنى الاصح وتتأثر بالبحث عن الدول الاكثر تضرورة نتيجة للتغيرات الاقتصادية الحياتية والتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم في خلال هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر